اشتركوا في القناة اصولنا انه ازاي كان لانه كل واحد فينا عنده مشاكل كل واحد فينا عنده محن هل ده ممكن يعطلنا ان احنا نكون فاعلين في حياتنا ايجابيين في حياتنا نبذل الخير والعطاء للاخرين والله ده الدرس المهم بنتعلمه مسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الدرس ده بيقول لنا لا يأس الدرس ده بيقول لنا ان انا مهما اش كانت الشدائد ومهما كانت اشتدت المحن ومهما كانت الابتلاءات ومهما كانت الظروف الصعبة على الانسان ينبغي علي ان اتحرك وان اشق الطريق وابحث عن الامل ابحث عن الامل بالعمل ابحث عن الامل بان اعلق بصري وقلبي بالله سبحانه وتعالى دايما وانحنا بنسأل من ربنا سبحانه وتعالى التيسير ومن ربنا سبحانه وتعالى الفرج ومن ربنا ان ربنا يزيل الهم والغم ولكن لازم فيه قرين للكلام ده كلاته أنا ما يفعش أعقد نايم كده حاطت دماغي على المخد وقول يا رب بزيل عني وانا قاعد لأ لازم حركة والحركة دي هي اللي بتولد طاقات انتاجية الحركة دي هي اللي بتولد أعمال خيرية ولذلك سبحان الله الإيمان بيتجدد بالأعمال الصالحة إزاي الإيمان يتجدد بالأعمال الصالحة أنه أحيانا الإنسان الإيمان عنده بيعلو ويهبط دي طبيعة يعني من السهل فأنت ممكن تقول لنا أن واحد لما يعمل حاجة بإيده خير يزداد إيمانه أكتر علماءنا بيقولون حاجة الجميلة قوي بيقولون الإيمان ده ممكن نشبهه كده نقوله عامل زي الترمومتر بيعلى وبنخفض طب بيعلى ازاي بيزيد وبينقص إحنا في عقديتنا حتى في أهل السنة يقولوننا الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومشهد طبعا بيصد نفسه دلوقتي نتكلم بقى هو ده الإيمان ده اللي بيزود الإيمان في قلب الإنسان يعني المؤمن فضلت الشيخ مش بس اللي بيتكلم ويقول أنا أمنت بالله لكن الإيمان لازم يتبعه عمل أو معاه العمل بالزبط الإيمان وقر في القلب وصدقه إيه؟ العمل هو فين العمل؟ عمل للدنيا بس ولا عمل للدنيا والآخرى؟ طيبية دي توفير العمل دنياوي وأخراوي اللي اتنين مع بعض للأول مرة بيشوفنا دلوقتي فضلت الشيخ دي محطة تحلية في محفظات مصر في قرية بيانا المحطة دي محطة تحلية في قرية بيانا مركز مطوبص محفظة كفر الشيخ أيوة دي بقى إحنا طبع حملة مؤسسة نبض الحياة لسقي الماء أو توفير ميا نظيفة كوب ميا نظيف لأهلين وكفر الشيخ لها خصوصية معينة لها طبيعة لو أعرف من حضرتك تفاصيل إنشاء هذه المحطة وإيه اللي بتوفره؟ إيه حياة الناس قبل وجود المحطة وستة جميلة يفتتحك ومبسوطة وبناء يديها الصحة وديه أهلين دول أهلين وأمهتنا وأكيد وفرنا عليه المعاناة طيب إحنا الحمد لله ربنا بيكرمنا دايماً كل يوم لنا خطوة جديدة بنخطوها في مؤسسة نبض الحياة وزي ما كان شغلنا الشاغل قبل كده إن إحنا نعمل أبار سواء أبار توازية أو أبار لتخزين مياه المطر في الأماكن اللي محتاجة وتوصيل وصلات مية للقرى الأكثر فقراً والأشد احتياجاً كمان بقى عندنا حاجة جديدة يعني إحنا مش هنقول أوفر لأ عندنا حاجة جديدة بنقدر نخدم بها الناس لأن إحنا دورنا الرئيسي خدمي فبنيجي على الأماكن اللي نسبة الميا فيها نسبة الملوحة فيها عالية ونسبة المعادم فيها عالية والأهالي بيتضرروا وبيشتكوا بشكل كبير منها فبيتواصلوا مع نبض الحياة اللي هم شايفين هي فيها الأمل وفيها العمل كمان أنا عايزة أقف مع حضرتك عند كلمة إحنا إحنا مؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية دورها الحمد لله مشهود وملحوظ من العيان ولذلك إحنا بنتواجد وبنشوف حتى وطبعا المتبرعين هم اللي بتصلوا بينا وبتبرعوا هم إحنا لأنه لا يمكن نبقى لوحدين أبدا طيب في حاجة كده في كيميا ما بين نبض الحياة وبين أهل الخير إحنا لما بنيجي مع حضرتك وبنتكلم بنتكلم باسم نبض الحياة وبالسان المتبرعين اللي وثقوا فينا بالضبط اللي وثقوا فينا ولذلك الحمد لله النهاردة قدرنا يعني في حملة محطات تنقية وتحليلية ماء الشرب من الثاني من عيد المشهد المشهد بصراحة مشهد الأم وهي فرحانة والأم دي لها قصة يعني الحمد أيو إحنا عايزين نقف خلاص إحنا قربنا على عيد الأم فإحنا دايما نحب نتكلم عن الدحكة الحلوة لما نرسمها على وش ست البيت أو الأم بتنعكس على البيت كله الأم دي أم بسيطة جدا أم مش عايزة تشايل حد همها بس إحنا دورنا إن إحنا لازم نحس بيها أيوة إن أنا لما شوف الأم دي شايلة أرورة فضية عشان تروح تملاها أو جركن عشان تروح تملاها وتمشي مسافة طويلة وبعدين ترجع تاني وتعاني من أمراض أمراض كلها ومشاكل صحية والكلام ده كلاته لأ إحنا دورنا إن إحنا نساهم ونساعد ونحاول إن إحنا نوصلها إيه كباية مية نظيفة كباية مية نقية كباية مية فيها الشفة كباية مية فيها الشفة تشرب كباية المية دي وتقول ربنا يبارك للي كان له نصيب في المحطة ولكن عايزة أتكلم في تفصيلة المحطة شوية علشان دور المحطات أو السادة المشاهدين يعني ممكن تكون دي حاجة جديدة أو لسه ما عندهمش خلفية لا وممكن حاجة يقول فضلت الشيخ أنا هعمل المحطة يعني أنا أعرف أغطي محطة الوحدي فإحنا برضو عايزين يفهمهم التفاصيل اللي إزاي بتتم إنشاءها وله هو عايز يتبرع ممكن بالقليل ممكن بالكتير ممكن يعمل إيه طيب ندي أوفر حلو قوي دلوقتي نتفضل احنا بنعمل في مؤسس نبض الحياة وبدعم أهل الخير بننشئ محطات تنقية وتحلية اللي مياه الشرب في القرى الأكثر احتياجة اللي محتاجة فعلا مية نظيفة ده إيه إنشاء وبنعمل إحلال وتجديد للمحطات المتهلكة اللي أهلها ما عندهمش القدرة ولا الإمكانية على إن هم يجددوها لإنه كل فترة لازم تتجدد بزبط ده لازم فيه صيانة مستمرة وبنعمل كمان يعني عشان بقى اللي مش قادر في الأولى ومش قادر في التانية ما يحرمش نفسهم التالتة بنصين المحطات اللي هي اللي ممكن تشتغل بتكلفة بسيطة كمان بس أهلها برضو مش قادرين إن هم يصينوها ومش عايزين الناس يا جماعة الناس دي ناس بسيطة جدا الناس اللي إحنا بنقدم لها العمل ده وإحنا بنقول إحنا بنهدي لربنا العمل ده يعني أنا بهديه للناس وفي نفس الوقت بهديه لربنا سبحانه وتعالى بقول له يا رب تقبل مني هذا العمل طيب خلييني بعد الفاصل فضلت الشيخ التفاصيل أكتر مهمة جدا لكل متبرع بيشوفنا دلوقتي وناوي خير إنه هيعمل أو هيشارك في محاطة التحليل هل ممكن يعملها لوحده؟ هل ممكن يتشارك مع أصدقاءه وأهله؟ وإيه تكلفتها؟ تفاصيل دي كلها عرفها من حضرتك بعد الفاصل فاصلنا نعبلي